جهود كبيرة وإنجازات غير مسبوقة حققها البنك الزراعي المصري خلال العامين الماضيين لدعم جهود الدولة لتنمية الصعيد على كافة المستويات تنفيذاً لتوجهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بجودة حياة أهالينا بمحافظات الصعيد ويعمل البنك الزراعي المصري على المساهمة بقوة في دعم جهود التنمية في كافة محافظات الصعيد عبر الإسام في تعزيز وخلق الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ودعم صغار المزارعين والمنتجين لخلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى معيشة السكان وتحسين جودة الحياة في مدن وقرى الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة وبمناسبة قيام الدولة بتتشين أسبوع الصعيد للإعلان عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في الوجه القبلي أعلن البنك الزراعي المصري عن حجم مساهماته لتحقيق جهود التنمية في الصعيد من خلال العمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج في محافظات الصعيد والتوسع في إتاحة القروض الزراعية بأنواعها وبتيسيرات غير مسبوقة فضلاً عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي والحيواني مثل مبادرة التحول لنظم الري الحديث والمشروع القومي لإحياء البتلو وإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والطاقة الشمسية ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن الدور التنموي للبنك في تحقيق التنمية الريفية من خلال المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتطوير القرى حياة كريمة وذلك بإتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية للبنك وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة سكان الصعيد ويبلغ حجم القرود الممنوحة من قبل البنك لعملائه بمحافظات الصعيد حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام الفين وواحد وعشرين نحو ستة وعشرين بالمئة من حجم محفظة الاعتمان نتيجة التوسع في مرح التمويلات في محافظات الصعيد حيث ارتفعت محفظة القرود لتصل إلى نحو أربعة عشر فاصل اثنين من عشر مليار جنيه في نهاية ديسمبر الفين وواحد وعشرين بنسبة نمو بلغت نحو خمسين بالمئة مقارنة بالعام الماضي فيما بلغ إجمالي القرود المخصصة لدعم الانتاج النباتي في محافظات الصعيد خلال عام الفين وواحد وعشرين نحو اثنين فاصل ثمانمائة وثلاثة وستين مليار جنيه من بينها واحد فاصل ستة من عشر مليار جنيه لدعم إنتاج محصول قصب السكر وفي إطار اتفاقيات الزراعة التعقدية فإن البنك يرتبط مع كل مصانع السكر والمزارعين بعقود ثلاثية لتوريد القصب في محافظات الصعيد علاوة على مضاعفة الفئات التسليفية لقرود الانتاج النباتي لكافة المحاصيل لمساعدة صغار المزارعين على مواجهة الارتفاع في تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج كما بلغ إجمالي القروض التي منحها البنك الزراعي المصري لتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو بصعيد نحو واحد فاصل اثنين من عشر مليار جنيه استفاد منها نحو سبعة آلاف وثمانمائة عميل لتربية واحد وثمانين ألفاً وثمانمائة واثنين وستين رأس ماشية وفي إطار حرص البنك الزراعي المصري على تحقيق التنمية الريفية الشاملة بكافة عناصرها يوجه البنك كافة قدراته وإمكانياته للمساهمة بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف ويركز بشكل أكبر على محافظات الصعيد تونها الأكثر احتياجاً لمساهمات المبادرة في عدد من المجالات أبرزها إتاحة ومنح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية للبنك بجميع القرى بما يستهدف تحقيق الشمول المالي والمساهمة في توفير فرص العمل والتشغيل لأبناء القرى علاوة على المساهمة في دعم المستهدفات البيئية بالريف والتعامل مع المخلفات وفي هذا الإطار يقوم البنك الزراعي المصري بإطلاق قوافلة توعوية تجوب كافة قرى مبادرة حياة كريمة لتحقيق استراتيجية البنك الزراعي المصري في الوصول بكافة خدماته لكل الناس على أرض الواقع وتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية والتمولية بما ينعكس على تحسين مستوى معيشتهم تنفيذاً لتوجهات معالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر بدرورة تعظيم دور القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين بتوفير خدمات مصرفية تناسب الجميع وبدأت هذه القوافل من صعيد مصر وتحديداً في قرى محافظتي أسيوت وقنى ومن ثم جابت القوافل كافة القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة في بقية المحافظات ولأن البنك الزراعي المصري هو البنك الأكثر انتشاراً في كافة المحافظات الجمهورية بشبكة فروع تبلغ نحو 1200 فرع من بينها 451 فرعاً في محافظات الصعيد يعمل البنك حالياً على تطوير 282 فرعاً في الصعيد بتكلفة قدرها 1.4 مليار جنيه بالإضافة إلى 58 فرعاً تم الانتهاء من أعمال التطوير بها بتكلفة 290 مليون جنيه كما يستهدف البنك أن يكون البنك الأكبر في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في القرى وبالفعل تم الانتهاء من تركيب ألف ماكينة خلال الشهور الثلاثة الماضية بدعم من البنك المركزي المصري من بينها 491 ماكينة في قرى محافظات الصعيد بتكلفة قدرها 242 مليون جنيه ويولي البنك تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أهمية خاصة باعتبارها محور التنمية الاقتصادية ولدورها الهام في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث يبلغ إجمالي التمويلات التي أتاحها البنك من خلال برنامج التمويل متناهي الصغر باب رزق بالصعيد نحو 59.7 مليون جنيه استفاد منها 6430 مواطنا بقرى حياة كريمة بنسبة 85% من إجمالي تمويلات البرنامج التمويلي الذي يستهدف المرأة الريفية والشباب وصغار المزارعين والتجار وأصحاب الحرف اليدوية إلا أن المرأة الريفية هي الأوفر حظاً في الحصول على تمويل من بين هؤلاء بنسبة 55% من إجمالي المستفيدين من البرنامج كما قام البنك بتمويل عمليات إحلال 606 سيارات نصف نقل كبوت واستبدالها بسيارات ميكروباس حديثة بإجمالي تمويلات نحو 110 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي وذلك في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وذلك بهدف تطوير وسائل النقل الجماعي في المحافظات وتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين لتحسين جودة الحياة في القرى ورفع مستوى معيشة المواطنين تحقيقاً لمحور هام من أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهدت الفترة الماضية العديد من الجولات الميدانية في كافة محافظات صعيد للأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وعدد من قيادات البنك استهدفت استعراض المبادرات والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك لصغار المزارعين وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال لقاءات مباشرة مع الفلاحين والمنتجين وكبار المستثمرين كما شهدت الجولات التي قام بها رئيس البنك الزراعي المصري لقاءات مع السادة المحافظين والسادة نواب الشعب والقيادات الشعبية والتنفيذية بهذه المحافظات وقد أصفرت تلك اللقاءات عن العديد من بروتوكولات التعاون لتسخير كافة إمكانيات وقدرات البنك لتعزيز جهود التنمية الزراعية والريفية كما قام البنك بتنظيم لقاءات جماهيرية بمحافظات قنة وأسيوت والمينيا والفيوم لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في قرى الريف المصري لتحقيق الشمول المالي في القرى الأكثر فقراً بما يحقق التنمية الزراعية والريفية الشاملة بكافة عناصرها وتتوالى إنجازات البنك الزراعي المصري على أرض الواقع ليساهم وبقوة في دعم جهود الدولة للتنمية تحقيقاً لرؤية مصر عشرين تلاتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة